اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على تعزيز أسس السلام ومساعة تنمية والاستقرار في المنطقة منوها بأن هذا النهج يعكس تطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حافظه الله جاء ذلك لدى لقاء سموه حافظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من المسؤولين معالي السيد يائر لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل والوفد المرافق حيث رحب سموه بمعاليه في مملكة البحرين وأشار إلى أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات منوها سموه بالحرص على مواصلة العمل المشرك بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشركة والتطلعات المنشودة ويفتح آفاق أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية ويعود بالخير والنماء على البلدين معربا سموه عن ترحيبه بافتتاح سفارة دولة إسرائيل في مملكة البحرين وشدد سموه على أن السلام خيار سراتيجي للبحرين وأن رؤية المملكة ونهجها يقومان على تعزيز قيم التفاهم والحوار والتعاون والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب مجددا التأكيد على أهمية البناء على إعلان تأييد السلام الذي وقعت عليه مملكة البحرين ودولة إسرائيل لدعم الجهود الدولية للسلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم هذا وقد قام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مادبة غداء لمعالي وزير خارجية دولة إسرائيل والوفدة المرافقة ترجمة نانسي قنقر